السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي فيديو جديد الوصفة الي جيت نقدم اليوم هي واحد طرطة بردة سهلة سريعة في تحضر ديالها مكوناتها اقتصادية وبسيطة بزاف ستشوفوا معي ان شاء الله الطريقة ديالها كيف تلاحظوا معي فهدي الطرطة الشكل ديالها بصراحة كيجيها كازوين والمدق ديالها كيجي لديد بزاف فان شاء الله تحضروها كالوليدتكم والعائلتكم وتفرحوهم خصوصا في هاد الايام غادي يفرحو بيها بزاف وكيف كتعرفوه فالاغلبية كيحمقوها كعلى المدق ديال الشوكولاتة فاي حاجة فيها شكلات كتعجبنا بزاف فكيف ما دايما كنبغيها كنوريكم الوصفة في الولعات كندوز معكم ان شاء الله باش نتعرفو الى الطريقة ديالتحضر ديالها والمكونات من طبيعي الحل فغادي نوريكم هنا هي الكتفة ديال الكريمة شوفوا معي كيفاش كتجي هالطرطة فبصراحة كتجي من الى الطرطات اللي انا بالنسبة لي كنحمق عليهم فان شاء الله تجربوها حتى انتوما غادي نحضرها ان شاء الله بوحد العجينة اللي معتمدة عندي بالنسبة هكالطرطات اليوم غادي نزيد فيها الكاكاو باش هكا كتجي اخواتي فهات الشكل اللي كتشوف معايا دابا ما تنسونيش بلايك وبرتاج اللي يتنسيكم بخير ودبعي الله معايا باش نتعرفو الى المكونات ديالها بسم الله غادي نبدو فتحضير العجينة اللي غادي نحتاجوا لها 65 جرام دية الزبدة الى كان عندكم المول للحجم دياله كبير فقدروا 100 جرام دية الزبدة غادي نزيد الليها بيطة واحدة من بعد غادي نضيف عليها ساشية ديال كاكاو المر الوزن ديال الساشية 7 جرام وغادي تشوفوا معايا في الاخير فانا غادي نضيف ساشية اخرى يعني الوزن ديال كاكاو غادي نستعمل فيها 14 جرام وإلا عندكم هكال كاكاو اللي كيكون ديال العبار فقدروا جوج ديال مع القكبار اللي هما عامرين من بعد غادي نضيف هنا يا ساشية ديال الخميرة ديال الحلويات الوزن ديال ها 8 جرام غادي نزيد باس سكار ساندة وكتبقى هكا ديما سكار ساندة على حسب الضوغ ملي كندير هكا هاد العجينة اللي كتكون منكها بالفانيلا ما فيهاش الكاكاو المر فكندير ثلاثة ديال مع القفاقات اما اليوم كيف ما كتشوفوا معايا فانا استعملت الكاكاو المر غادي نضيف الملعقة الرابعة يعني ربعات المعلقة اللي درت ديال السكر ساندة من بعد ضفت قبيصة ديال الملحة وراس المعلقة ديال القهوة سريعة الدوابن كيف كتعرفوها كالقهوة سريعة الدوابن كيجي المدق ديالها زوين مع الكاكاو المر من بعد كنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم وضروري ان الزبدة تكون لينة باش هكا كتتخدم اللي يكون مزيان مع هاد المكونات كاملة وبنسبة الاخوات اللي غادي سولوني على النوع ديال زبدة لانا درت فادرت ديال العلب فاتقدروها كتديرو زبدة لنباتية او لحيوانية فبجوجهم كيعطونا نفس النتيجة بصراحة هنا كيف كتلاحظو معايا بعد ما خلط المكونات مزيان مع بعضياتهم وضروري انكم تديرو هكا زبدة لكا تكون لينة باش هكا كيسهل عليكم تخدموها مع المكونات الاخرى فهنايا كنبقى كنضيف دقيق الفورس الخاص بالحلويات كنضيفوها كشوية بشوية وانا كنخلط غير بالاصابع ديالي فباش تجيكم هذه العجينة هكا مرملة وكتجيناها شحمية في المياه حاولوا ان اكمد الكوعش فقط كتجموها كبالاصابع ديالكم هنايا كنوريكم بانا اللون ديال العجين فهو بوني اللي هو خفيف فغادي نضيف هنايا اصد شيء اخرى ديال 7 جرام ديال كاكا والمر كيف تكرت لكم فعندي هنايا فيها في المجموع 14 جرام ومن طبيعة الحال كيف ما تكرت في الاول ديال الفيديو اللي عندكم هكا الكاكا والمر ديال العبار فكتك تضيفوه جوج ديال مع القكبار اللي كيكونو عامري مزيان صافي من بعد كنبقى كنجمع كيف ما كتشوفوا معي بها الطريقة بعد ما كيتخليها هاد الكاكاو مع المكونات سنبقى كنضيفها كتقيق الفورس شوية بشوية حتى كتولي عندي هكا واحد العجينة اللي كتكونها كارطبة في نفس الوقت ما كتلسقش في اليدين وما كتكونش قاسحة فغدي تشوفوا معي ان شاء الله كيف شخصكم نديروا لهاد العجينة باش هكا تجيكم ان شاء الله هناشحة 100% وبالنسبة المكونات هاد الوصفة اللي غدي نقدم لكم اليوماء اولا هالطرطة فغدي تلقوا ان شاء الله مكتوبة في صندوق الوصف وفي اول تعليق اسفل هاد الفيديو ان شاء الله وما تنسوا ان شاء اخواتي من لايك ديلكم إذا كنتم مازل ما درتوهاش خليوها ليادا باقبل ما تكملوا الفيديو باش هكا اخواتي تشجعونين بقى دائما نحط لكم هكا وصفات اللي كتكون نجحة وسهلة وسريعة في تحضير ديالها هنه هي كيف كتلاحظوا معي بدمج مات العجينة غدي نوريكم فهذا وشكل ديالها شوفوا معي ركا تحسوا بياها كارطبة وفي نفس الوقت ما كتلسقش في اليدين ده بغدي ندوزو ان شاء الله باش هكا نترحوها ونحطوها هكا في الايطار اولا في المول اللي غدي نستعمله فبالنسبة لي انا فغدي نستعمل هكا هاد الايطار المربع انتم ما ديروها كدائري ولا الشكل اللي متوفر عندكم في البيوت ديالكم ماشي مشقيل فاخديت هناي لطا ديال فورن ندرت فيها ورق الزبدة من بعد وضعت عليها هاداك الايطار اللي دهنتهم طبعية لحال الجواني بديالو بالزبدة باش هكا ما كتلسقش لي هاد العجين وهناي كيف كتلاحظوا معي فانا اخديت هكا العجين اللي وضعتها هكا في ورق الزبدة باش هكا يسهل علي نصرحها وتحيد لي بكل سهولة الى ما عندكمش هكا ورق الزبدة فكتديروا فقط البلاستيك كتديروا هكا الجوج ديال بلاستيكات وكتسرحوا العجينة ديالكم وضروري ان العجينة ديالكم ترققوها لانها غادي تطعف الحجم ديالها كيف كتعرفوا راح ندرنا فيها هكا ساشية ديال الوزن ديال 8 جرام ديال الخامرة ديال الحلويات صافي من بعد ما كنسرحها كيف ماشتوا معي فكنوضعها هكا في الوسط ديال هادا الاطار بها الطريقة اللي كتشوفوا معي فهي كتحيد بكل سهولة وكيف ما اذكرت لكم حاولوا انكم تديروا هكا البلاستيك او لكتديروا من طبيعة الحلب ورق الزبدة باش هكا تغير كتحيد لكم هادا العجينة صافي من بعدي لبقات لكم هكا شي بلاصة اللي لتقطعات لكم فيها العجينة او لازقات لكم في البلاستيك او لف الورق ديال الزبدة فكتاخدوها من الجوانب ومن طبيعة الحال هكا كتوضعوها في الجهة اللي كتكون هكا ما فيهاش من بعد كتقدو هكا الجوانب ديالكم صافي باش يجيني هكا الشكل ديال الترطان قد فغادي ناخد هني هادا الجرارة وغادي نحاول هكا نحيد هادوك البقية ديال العجين اللي كيبقوا ليه صافي غادي نستمر بحالك غادي نقدها غادي نحيد هادا كزائد ديال العجين وهناي بعد ما كملتها فغادي نوريكم العجينة اللي تبقت ليه فهي هادي فما غادي نضيعوها فغادي ناخدها وغادي نديرها في القاوة اللي بصغر ديال الترطات فغادي نقسمها هني على الزج وغادي ندير هكا جوج ديال الترطات اللي هما صغر وهدي فكرة بالنسب هكا الاخوات اللي ما بغوش يديرو هكا ترطة اللي بحجم عائلي بغيت يديرو هم هكا ترطات اللي هما صغر فرديين فان شاء الله ها الاقتراح اللي غادي نقدرح عليكم اليوم ما يعجبكم صافي كناخدها هكا هاد لي مول كندهنو بطبيعة الحلحة وما بزدة وكنديرها هكا العجينة فيهم بهذا الطريقة اللي كتلاحظو معايا كنسرحها صافي غادي ناخد هني الفرشيطة وغادي نحاول نطقب هاد العجينة مزيان لانها فيها الخاميره ما غاديش نبغي هات مفخليه بزاف غادي نطقب مزيان هاد الترطات وانايا كنسخنا الفرن على درجة حرارة ميتين درجة كنخلي حتى يسخن مزيان كندخل طرطات الفرن كنخليهم حتى يطيبو فضروري انكم تردو البال خصوصا لك الترطات او للعجين اللي فيهم هكا الكاكاو ومن يدخلوها الفرن حاولو انكم تخليوها الطيب من الاسفل حتى يبالو لكم الجوانيب بدك يتغير اللون ديالهم من بعد كتشعلو عليها من الفوق وكتخليوها حتى كطيب وكيف ما تكرت لكم حاولو انكم تردو معها البال باش ما تخطفش لكم في الطيب والتحرق هنيا خرجت هاد الموض الصغر غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش كتكون العجينة بعد مما طابت والتحمرات فكيف كتلاحظوا معيها كرم كتجيج محروقها كتجيب هاد الشكل صافينايا غادي نخلي هاد العجينة ديال الترطة في الجرم باش هكا تبرد وغادي ندوز معكم باش نحضر ان شاء الله الكريمة اللي غادي نعمرو بها الترطة ديال اليومة فغادي نحتاجوني بالنسبة الكريمة عنديني نايا الصدر ديال الحليب غادي نضيف عليه نايا ساشية ديال سكر الفانيلا وغادي نضيف ثلاثة ديال مع القكبار ديال سكر ساندة وكتبقا ديما هكا السكر اللي حسب الحلاوة اللي انتم مبغيتو ديال الكريمة فبالنسبة لثلاثة ديال معاق فكنت كافية لاناني غادي ندير الشكلات في الاعلى من بعد غادي نضيف هنا ايا كريم باتيسير او لبودرة ديال كريم باتيسير غادي نضيف جوج مع القكبار اللي هم عامرين مزيان او لثلاثة عفوان غادي ندير هنا ثلاثة ديال مع القكبار انتم الا ما عندكم شفا كتديرو هكا النشا ديال الدورة او لكتديرو الدقيق الابيض كيبقا لكم ديما اللي متوفر عندكم في الدار تقدرو تضيفوه ولكن بالنسبة لبودرة ديال الكريم باتيسير فبصراحة كتعطي واحد المدق ديال هكا يكون هكا زوين صافي من بعد كنحرك المكونات وكنوضع هكا الكسرون على نار ليكا تكون متوسطة كنستمر هكا تحرك حتى كتولي عندي الكريمة ليكا تكون هكا عقدة غادي تشوفوا معي ان شاء الله الكثفة ديالها من بعد صافي مباشرة كندوز هكا بعد ما كان نوضع الكريمة على النار وكنبقى كنحركها مرة مرة فغادي ندوز هنا باش نحيد هاد اللبط من هاد الاطار فكي تحيد بكل سهولة كدوزوا فقط هكا السيكين باش هكا تتأكدوا بان هاد لبط ديالكم ما كتجيش لسقه صافي من بعد كتوضعوها هكا في طبق ديال تقديم وشوفوا معي فهدا والشكل ديالها والكريمة بعد موجدد فكتجيب هاد شكل فبصراحة كتجي لديدة بزاف ان شاء الله اخوتي تجربوها كيف كتشوفوا معي مكوينة ديالها راية بسيطة بزاف هنا كيف ما كتلاحظوا معي غادي نوزع هكا الكريمة من فوق ديال هاد الترطة من بعد غادي نوزعها على هاد الترطة اللي صغار غادي نوضعها على سطح العمل حتى كيوالي هكا الكريمة كتولي في كتولي دافع كتخلوا الكريمة ديالكم حتى كتولي هكا فنجة حرارة ديال المطبخ وعاد كتدخلوها ان شاء الله كلها جا مودة ديال نصف ساعة حتى لساعة كتكون عندكم ترطة ديالكم موجدة هنا غادي نحضر ان شاء الله هالقنش ديال الشكلات اللي غادي نديرو من فوق ديال هاد الترطة فاخديت هنا ينص كاس ديال الكريمة السائلة درتها فكاصروا نوخ اللي تحت تسخنت مزيلا من بعد غادي نضيف عليه هنا يجوج ماركات ديال الشكلات فانا استعملت هنا يشكلات اللي نوعية جيدة في نسبة الكاكاو اللي هي كتيرة والشكلات الاخر اللي في هكا الحليب نسبة ديال حليب صافي غادي نوضعوا معنايا على الكريمة اللي كتكون هكا سخونة مزيان غادي نخلي هاد الشكلات حتى كيدوب وغادي نوريكم كيفاش كتكون هاد السلصة ديالكم كتجي بصراحة لديدة وكتجي لامعة بساف بعد ما كيدوب هاكا الشكلات شوفوا معي الصلصة كيفاش كتكون فكتجي هاكا تلمعه في نفس الوقت كتجي لديدة بساف غادي نخلي هاكا حتى تولي هكذا في واحد شوية من بعد غادي نخرج طرطة من تلاجة بعد ما داستها كنساعة وغادي نوضع لي هاد السلصة ديال الشكلات كيف كتلاحظوا معي فهادي الكتفة ديال السلصة ديال كتجي هاكا لديدة بزاف فتقدروها كتعمروا بها اي طرطة وفي نفس الوقت هكا تزينوا بها الكريب ديالكم وحتى بالنسبة هاكا الاخوات اللي ما عندهم مش الكريمة السائلة وبغوا يديروا هاد السلصة ديال الشكلات فكتدوبوا كمية ديال الشكلات تقريبا واحد ميتين جرام ديال الشكلات كتدوبوها في حمام مريم من بعد كتحيدوه من النار وكتضيفوا لي علبة ديال اليوغورت الطبيعي او لنص علبة على حسب هكا الكتفة ديال السلصة اللي انتم مبغيتون صافيناي بعد ما وزعت على هاد الترطة للحجم ديالها عائلة كيف ماشتوا معي ووزعت عليها ذاك الشكلات بالنسبة له الترطة صغر فقد ندير لهم زين اخر باش هكا اخواتي تشوفوا معي الطريقة اللي تقدرو تزينو بها هاد الترطة اللي كيكونو هكا صغر فاخديت هنا هي الموز فقطعت هكا البنان دوائر كيف ما كتشوفوا معي وغادي نديرو هكا من الفوق ديال الترطة تقدرو تزينو باي فاكهة انتم عندكم ديرو هكا البنان او لا ديرو الفريز ديرو هكا الخوخ اي حاجة عندكم فكيتوات المدق ديالها من طبعية الحل مع هاد الترطة اللي حضرت معكم اليوما صافي من بعد كنوزع لي هكا شوية ديال السلصة اللي كانت بقت عندي باش هكا كي يعطيني واحد الشكل اللي هو زوين كيف ما كتشوفوا معي صافي هادا والشكل ديال الترطة الصغار كيف كتلاحظو معي فكيجي هكا الشكل ديالهم صار حراقي والمتق ديالهم را كيجي لديد بزاف ان شاء الله اخواتي تجربوها وبنسبة لها الترطة الكبيرة فانا غدي ندير ليها شوية ديال الفيتين من الجوانب ومن طبعية الحل تزين راكا تديرو هكا اللي بتوفر عندكم في الدار ماشي ضروري انكم تديرو نفس الزهين اللي درت فاخدي تناي شوية ديال الفيتين غدي نديروها كفي الجوانب تقدروا تديروها كاللوز افلي او الكوكوم كالصي كيبقى لكم ديما الاختيار حتي لما عندكم شفاكة تديروها كالفيرمي سيل ديال الشكلات الاسود صافي في الوسط غدي نديرها كهد زين البسيط بهد البيسكويت اللي كيتبعها كجاهز فغدي نزين به فقط في الوسط وغدي نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديال الترطة بعد ما وجدت فكتجيب صراحة لديدة بزاف وشكل ديال هكيف مشتوا معي ركي جاك ازوين وكيف ما اتكرت لكم في الوسط ديال الفيديو ما تنسوني شي لا ما زل ما اضطتوش لي لايك ديالكم او لبصمة ديالكم باش هكا تشجعوني وديما هكا نحضر لكم وصفات اللي كتعجبكم خصوصا لك الاخوات اللي كيتلبوا مني وصفات اللي يحضروها هكا في البيوت ديالهم بلما يشريهم على برة فان شاء الله تجربوا هات الترطة ديال اليوم وتردو عليها الخبار فهذا والشكل ديال الترطة بعد ما وجدت شوفوا معي شكل ديالها فبصراحة كتجي هكا زوينة بزاف وحتى الترطات الصغر فان شاء الله إلا بغيتو هكا نقترح عليكم الترطات الصغر اللي كيكون هكا الكريمة فيهم متنوعة وفي نفس الوقت الشكل ديالهم كيجي هكا زوين بزاف تقدرو هكا تحضرهم لوليداتكم والطيوف ديالكم خليوها ليفتع علي وان شاء الله غادي نحضرهم لكم على الرسولين ملي تكملوا هكا زين ديال الترطة ديالكم فضروري انكم ترجعوا هات التلاجة مدة ديال 10 دقيق باش هديك السلسة ديال الشكلات كتماسك لكم بالنسبة لي انا فغادي ننقطعها لكم هكا مباشرة بعد ما زينتها واخا غادي تبليكم هكا السلسة ديال الشكلات مازال ما تتماسكتش ولكن كيف ما تكرت لكم ضروري انكم ترجعوا هات التلاجة على الاقل 11 ديال دقيق حتى كتبرد صافي من بعد كنقطعها كيف ما كتشوفوا معي هاد اللابة اللي حضرت معكم فهي كتقطعها بكل سهولة وكتجيها كشيشة بعد نحاول هكا نزول هادا كشكلات اللي سيحلية وهذا هو الشكل ديالها في طبق ديال تقديم فبصراحة كتجي هكا شكل ديالها زوين بزاف فاسمحوا لي عاوتها ليكم بزاف ديال المرات ولكن ركا تجي خطيرة خطيرة بزاف في المدق ديالها وحتى المنظر وبهكا كنقول لكم وصلنا النهاية ديال الفيديو شكرا لكم بزاف على المشاهدة ديالكم شكرا لكم بزاف على تعليق الزوينة اللي دي ما كتخليوا لي وكتشجعوني بها كنعتظر لكم واحد شوية على الصوت ديالي وكنقول لكم نهلي خطاكم عليا ما تنسونيش بالتعليق الزوينة ما تنسونيش باللايك ديالكم وبرتاج باش هكالاخوات كاملين يستفدوا من هاد الوصفات اللي كنقدم لكم كنت من لكم دائما فرجة ممتعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم